بين جدة وبورسودان بضع مئات من الاميال البحرية لكنها تختزل ايضا مساحات هي الاقرب في تاريخ وازلية العلاقات بين الشطين تعاضضا وتكاتفة باخرة من المساعدات التي ارسلها مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وصلت الى مدينة بورسودان شرقي السودان تضم 25 حاوية وتشمل مساعدات دوائية وسلالا غذائية الجهة المخولة في جمهورية السودان الشقيقة وهو الهلال الأحمر السوداني وكان هناك تنسيق مبدئي وتنسيق بالاحتياجات الفعلية للأخوال الشقاء في جمهورية السودان الشقيقة وقد تم على ذلك أصدر خادم الحرمية الشفين توجهته الكريمة بتقديم هذه المساعدات التي تبلغ في جمالية 45 طن خارطة توزيع المعونات الغذائية أقرت بعد إجراءات مسوحات على الشرائح الفقيرة في ولاية البحر الأحمر التي استقبلت عاصمتها المساعدات المقدمة من مركز الملك سلمان فيما ستعمم المساعدات الدوائية على جميع المراكز الصحية التي تعاني نقصها وفق الآليات المتبعة في المركز يتنفيذ مثل هذه المبادلات الإنسانية سيتم توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية في ولايتي البحر الأحمر وشمال كودوفان وسيتم توزيع المواد الطبية على 40 مركز صحي تابع للأحمر السوداني لدينا لجنة عليا مكونة من الشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر السوداني وهي الآن تحكف لتوزيع هذه المنحة على فغراء هذه الولاية الولاية التي بها عشر محليات المساعدات احتوت أيضا على ثلاث حاويات بسعة 40 قدم محملة بالخيام ومعدات إيوائية ستخصص لمواطني منطقة ودعشان غربي السودان والتي تعرض عدد من المنازل فيها إلى ما يصطلح عليه بالحريق الذاتي عن طريق الحشائش وفقد عدد كبير من مواطنيها المأوى سعد الدين حسن العربية بورسودان شرقي السودان